البرهان القانوني أو التاريخي يستند على ثلاث أمور وفكر كده أو أنت بتسمعها النظام في برنامج نور لجميع الأمم كيف تثبت هذا محتاج إلى ثلاث حاجات نمرة واحد مستندات نمرة اثنين شهادة شهود نمرة ثلاثة محتاج إلى أدلة أدلة مادية يبقى ثلاث حاجات البرهان التاريخي يستند في أي حد البرهان التاريخي والقانوني لو حدثت جريمة هنحتاج إلى ثلاث أمور نحتاج لمستندات شهادة شهود أدلة مادية تعالوا نشوف مع بعض ده نطبقه بالنسبة للكتاب المقدس بالنسبة للكتاب المقدس بالنسبة للكتاب المقدس المستندات أول حاجة هنشوفها في الدليل العلمي على أن الكتاب المقدس اللي موجود بين إيدينا هو نفس الكتاب المقدس بدون أدنى تغيير وأنه كلمة الله الحية التي لا يعتريها تبديل ولا تغيير على الإطلاق هي المستندات عندنا نوعين من المستندات عندنا الأوتوغرافي وهي المخطوطة الأصلية الأوتوغرافي والبيبيولوجرافي الأوتوغرافي هي المخطوطة الأصلية عايز أقول بمنتهى البساطة لا يوجد دين في الأديان المعروفة عندنا في الشرق الأوسط أو في العالم عنده المخطوطة الأصلية الديانات المعترب بها لا يوجد المخطوطة الأصلية يبقى إحنا بنعتمد على الببيولوجرافي الببيولوجرافي هي النسخ التي نسخت من المخطوطة الأصلية ما فيش دين عنده المخطوطة الأصلية خلصي دي حاجة منتهي وأنا بشكر ربنا ليه؟ لأن المخطوطة الأصلية دي لو طلعت إنها مضروبة اتضربت كل الحكاية لكن إحنا ما عندناش المخطوطة الأصلية لكن إحنا عندنا الببيولوجرافي الببيولوجرافي اللي هو إيه؟ اللي هي النسخ التي نسخت من المخطوطة الأصلية عشان أوصلنا للنص الأصلي يعتمد على عدة أمور هقولها مجرد ذكر عدد النسخ كل ما يبقى عندي عدد منسوخة من النسخة الأصلية كل ما أبقى متأكد بمتبقطها مع بعضها إننا نقدر أوصل لنص الأصلي نمرة اتنين الفجوة الزمنية يعني النسخ اللي مكتوبة دي قدي إيه في فارق زمني بينها وبين النسخة الأصلية طبعا كل ما يبقى الفارق الزمني أبعد يبقى شك كل ما يبقى الفارق الزمني أقل يبقى أسق أكتر كمان أقدر أعرف المخطوطة دي مصبوطة أو لا من المواد المستخدمة يعني لما تبقى المادة المستخدمة مثلا أوراق البردي وأوراق البردي دي أشوف إنها ملحومة بطريقة معينة أعرف أنه في الوقت دا في الزمن دا كان مثلا قدماء المصريين كان العالم كله بيعمل المخطوطات دي بالطريقة دي وبيلزعها دي المادة اللاصرحة كمان أقدر أعرف المخطوطة من نوع الحبر المستخدم من الزخرفة اللي كان بعض الأحيان بتتحط في النسخة أو من كتابة الحرف الأول في السفح كل الحاجات دي بتوريه المخطوطة دي ترجع لأي زمن لأي وقت فكان النهاردة العدد المخطوطات اللي بتاعة العهد الجديد هنزهج لما نعرف مثلا أنه المخطوطات القديمة كلها مش عايزة تتكلم عنها كلها بالعشرات بس أفلاطون وأرسلوسقراط وسيفوكليس كل الحاجات دي كلها بالعشرات أنا عايز أقول الرقم وعايز أخلي كل مستمع يخلي باله من الرقم ده كويس ولو طلبتوا الحلقة دي من البرنامج هبعث لكم الأرقام دي بالفعل والإحصائيات دي بالفعل عدد مخطوطات العهد الجديد 24.633 مخطوطة موثقة أقول الرقم مرة تانية 24.633 مخطوطة موثقة الإليازة مش عارف أظن 70 ولا حاجة زي كده في حدود المئة نسخة وهلما جار كل الكتب القديمة العهد الجديد عدد النسخ للمخطوطات القديمة الموثقة 24.633 من ضمنها قالوا بلع خمس ثلاث نسخة كاملة للعهد الجديد طيب أسيس ريدا الفارق الزمني ما بين المخطوطات دي المخطوطات دي والمخطوطة الأصلية اللي هي ما عندناش اللي هي الأوتوغرافي طب أقرب نسخة للبيوغرافي للبيوغرافي عندنا نسخة يرجع تاريخها لمية وثلاثين سنة جون رايلاند وجدها ووجدت في مصر وبتحمل إنجيل يوحان اللي بعض الناس كانت يقولوا لا ده كتب بقى في وقت تاني كتب في سنة مية وستين ما تكتبش فيه وقت قريب من حياة المسيح فيرجع تاريخها لمية وثلاثين كتابتها يعني لمية وثلاثين ووجدت في مصر خدوا شوية حاجات بسرعة كده عايزة أقولي من فضلكم اسمعوا وتأملوا في عدد المخطوطة السيس يا رضا إحنا حطناها على الشاشة على أساس كمان الناس تشوف المعلومات إيه الجمال ده ده حاجة جميلة جدا يا السيس نصر وبالتالي عندنا مجموعة شيستر بيتي سنة متين ميلادية بتضم كل العهد الجديد تقريبا وجد نصها تحط في مدحف دابلين والآخر في ميتشيجن النصها الباتيكانية كل الكتاب المقدس تقريبا سنة تلتمائة خمسة وعشرين ميلادية تلتمائة وخمسين المخطوطة الصينائية ودي عجب المخطوطة الصينائية ليه لأن فيها نص العهد القديم وكل العهد الجديد معدها خاتمة إنجيل ماركوس وبعض الآيات من إنجيل يوحنى وجدها تيشنبور في عام الف وتممية اربعة وتمانين في صلة للمهملات في دير بجبل سينة في مصر وعلى فكرة بالمناسبة اشتريتها انجلترا من الاتحاد السوفيتي بمئة ألف جنيس تليني في يوم عيد الميلاد عام الف وتسعمية تلاتة وتلاتين سنة ربعمية ميلادية النسخة الإسكندرانية كتبت في مصر طبعا واضح من اسمها كل الكتاب تقريبا باللغة اليونانية وهي موجودة بالمتحف البريطاني النسخة البيزية عام ربعمية وخمسين ميلادية دي بقى حكاية ليه بقى؟ لان فيها البشار الأربعة وسفر الأعمال باللغتين اليونانية واللاتينية خدتوا بالكم لما بنتكلم عن المستندات احنا بنتكلم على عجل حكاية قصة رواية سيمفونية كانتاتا كونشيرتو أوراتوريو حاجة ما حصلتش لا مظير مش بس في عالم الكتب الدينية لا في عالم الكتب على الإطلاق أن كتابا قديما بهذا القدم يكون في هذا الزخم من هذه المخطوطات صحيح أن هناك في بعض التبايل في الحروب والكلمات في بعض المخطوطات لكن هذا لا يغير على الإطلاق شيء من العقيدة وشيء آخر يمكننا أن نصل مع هذا العدد الضخم إلى النص الأصلي للكتاب المقدس للعهد الجديد بالذات وأنا عايز أقول مرة تانية لا يوجد دين عنده النسخة الأصلية بأي صورة من الصور فاحنا عندنا أول شيء في المستندات عندنا المخطوطات ترجمة نانسي قنقر